امام وخطيب مجمع الحرمين باللاماء فليتفضل مجزئا مشكورا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا ثم الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اولا اشكر لكل الاهل والاخوة الكرام في قرية امترطارة على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة الطيبة في هذه القرية التي نحسبها طيبة مباركة في افتتاح مسجد اهل التوحيد والسنة وبعد شكرنا للأهالي نحمد الله تبارك وتعالى على امور الامر الاول ان الله سبحانه وتعالى هيأ بيتا من بيوته وصرحا عامرا باذن الله تعالى وهذا خير والخير الاعظم ان هذا المسجد من مساجد السنة ويقام فيه التوحيد ويعبد فيه المولى عز وجل وحده على الكتاب والسنة من غير بدع وخرافات وضلالات انما اسس نحسب على الايمان والتقوى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين نحمد الله تبارك وتعالى ايضا ان جمعنا بهذه الوجوه الطيبة من اهلنا الفضلاء وهذا الجمع الكبير من الناس الذين جاءوا ليسمعوا كلام الله وكلام رسوله ليسمعوا التوحيد الخالص واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فانا شخصيا ومن معي نتشرف بلقيا هذه الوجوه الطيبة ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجمعنا كما جمعنا في هذا المقام في مستقر رحمته وفي دار كرامته في يوم لا تنفع فيه الانساب ولا الاحساب ولا الاموال انما فضل الله تبارك وتعالى ورحمته فاسأل الله عز وجل انه يجعل اجتماعنا اجتماعا طيبا مرحوما مذكورا مذكورا عند الله تبارك وتعالى في عليائه طيب بعد داك عنوان المحاضرة تكلم فيه الشيخ الأستاذ شهاب حفظه الله تعالى وشرح الآيات وخلاصة وانا داير اكون تكلم بالداريجية شوية والليلة بلقى راح تلانو فيه نص حالينا سالجزيرة كده انا باخد لساني باخد راحته شوية في الخرطوم تعبانين ترى نحاول نفهم الناس واللغة ما ما زي لغتنا طيب مسجد اسسة للتوحيد تمام الآيات التي تكلم عنها شيخ شهاب ربنا قال ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون الكلام دا معناه شنو ببساطة يا اخوانا يعني المسجد بتاعنا دا لو يتمال من المحراب ليه الباب الوراني مليان تب سبعمية وتمانين مشرك يتوضوا وخشوا الجامع وصلوا الصلاة وبعدها قاعدوا يقولوا في الاسكار وبيقولوا في القرآن المسجد دا معامر خربان مش مليان واحد يجي يشوف المسجد كده يعاين ليه ورا هناك تلقى براعي كده ليه ورا المسجد مليان ناس قولك ما شاء الله مسجد عامر اها ما عامر ولا ايشي دا معامر ليه القاعدين دا سألهم ابدأ بالصفة اللول ايضا قول ليه ابطاقية في الشدائد بيتنادو منو قولك وتحسونه امرك قول ليه بالباب داك اها البعدو منو قول لك احمد التجاني اها امرك بالباب البيهن اخلي دا لابدو الامام الامام قول ليه التوصل بلاو اللي يبجوز ولك بجوز ما فيه حاجة امرك بالباب الامام بهنات مسجد عامر دا خربان خربان لانه القاعدين دا عملهم دا صلاتهم دي كلها ما فيه ولا حسنة واحدة انت قلت في حسنة ما فيه في صورة الفرقان ربنا قالوا وقدمنا الى ما عملوا خد بالك عملوا من شنو من عمل ناس عندهم عمل لكن ما له الله قال فجعلناه هباء منثورا وكمان الله ضرب لك له مثل في القرآن الله قال مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد قال والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدد به الريح امشي اسة احتصاج بتاع العواسة شيء للرماد واكشحوا في الهوى يوم ريح شديدة كالتاحة اكشح الرماد فوق بتلقى منه حاجة بتلقى منه شيء تاني ويش بنتهي كله الله قال لك دا عمل كده كرماد اشتدد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وفي سورة النور ربنا ضرب لهم مثل تاني قال مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة امره قال الخلب يا جاي بالنهار لصة نهار الشمس شديدة تشوف قدامك موة هناك رهاب صح؟ تمشي عليها تقول الموة يقربت نمشي اشرب عطشان تمشي مافي تمشي زيادة مافي الله قال كسراب بقيعة يحسبه الضمآن نزول عطشان ماء قل هذه الموة اننا مش عليها يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب المشرك يا اخواننا ما عنده عمل كدخل لك من من نحن شبهنا ديل الضول يجي في الجامعة وصلي نحن ما ناس ما رسل ولا انبياء ولا صحابة ذاته كويس؟ ولا علماء نحن ناس عادين صح؟ الصحابة ومش الصحابة الفوق منهم الانبياء الله قال لك الانبياء ديل اتكلم معهم قال لهم لو اشركتوا عملكم يا الانبياء وعمل الانبياء موج عمل ناس ساي قال لهم كله حينتهي يحبط كله في سورة الانعام ربنا جابت من طاش الرسول قال وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَا على قومه بعد ما اتكلم عن نقاش إبراهيم مع قومه في التوحيد قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياسا كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطن وكل انفضلنا على العالمين ديل كم طمنتاشر رسول الآية البعدية خليها البعدية قال ولو أشركوا الطمنتاشر ديل ديل رسول ولو أشركوا لحبطا عنهم ما كانوا يعملون أها رأيك شنو طمنتاشر رسول الله قال لك لو أشركوا عملهم يحدد كله داود يا أخي وأنبيا يعبدوا الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين داود يقرأ ويرتل في الزبور الجبال تسبح معه وتردد معه والطير ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجلن من يعملون بين يديه بإذن ربه شف سخر ليه وأدا ويعبد الله مع دا كله الله قال لك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عبادتهم دي كلها تحبط وتكون باطلة لو أشركوا بي الله يا أخي أفضل من ديل داود سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم أفضل منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قل أفغير الله إنه بيتكلم عن أخطر جريمة السنازل لو جيت تكلمتها معاين تعارف في المجتمع تعال أسألهم قل لهم أخطر مشكلة شنو الناس بيقعدوا ينظروا لك طبعا واحد يقول لك المخدرات لأنه بيكون عنده ولده بيشرب مخدرات وفقت منه بيكون شايف أكبر مشكلة المخدرات دي واحد يكون نشالوه بيقول لك لا لا أكبر مشكلة السرقة بيكون نشالوه قبل كم يوم أي زول بنظر لكن الله قال لنا أكبر مشكلة الشرك أكبر جريمة وتخاف لنا ما تقول لنا ما خايف في الناس يقول لك خلاص والله إحنا ما عرفنا التوحيد دا ما خلاص ثلاثة أكسام ألوهية ربوبية أسماء والصفات إذا علمناه ما في حاجة تاني أمشي قدام شوف غيره شوف غيره انت ما فاهم ولا شنو دا أخطر جريمة كونك تقع في الشرك والشيطان ممكن يمقلبك يا أخي إبراهيم عليه السلام دا أبو الأنبياء والأنبياء اللي قلتهم قبل شوية ديل ابن كثير قال كلهم كلهم ديل من ذريتي إبراهيم من أولاده كويس إلا نوح نوح قدامه ديل من ذريتي إبراهيم وإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيده مشى لأهله لقاهم مارقين قالوا عنده نعيد بتاع الآلهة ترى مارقين له برا في الخلة برا مشى كويس قال لهم إني سقيم هم قالوا إنه عيان يعني سقيم دي قاسد لهم ألبسوا فيه تدى مارضني أنا إني سقيم مارقوا فاتوا خلوا شعل الفاس ومشى على الآلهة بتاعتهم قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين كدام شو يدتوا وأنا عندي نظام على الأصنام بتاعتكم دي أول ما مارقوا فاتوا شعل الفاس ومشى عليها كسر كلها فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كسر الأصنام بتاعتهم بعد ما دور معهم حوار قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون قال لهم تبليكم ولل بتعبدوا انتو زادكم كويس شوف بعد كله صراع بعد ما إبراهيم عملوا مع هذا كله قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم إبراهيم دا قالوا كسر آلهتنا وأسألينه وأسأل الآلهة بتاعتنا ابنوا ليه بنيان لموا الحطب مية السنة بلموا في الحطب جمعوا مية السنة بيقضوا في النار وقدوا النار بتاعته دي لحد ما قالوا الطير ما بيمشي بفوق ليه طيرة ما بيطير فوق بينه وبين السماء ما بيطير طيرة أي طير مشهد بفوق بتحرك بتقع جوا نار عظيمة شاء له إبراهيم جادعه جوا ربنا قال كلمتين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما بارد يعني تبقي باردا وسلاما العلم قالوا لأنه لو قال بردا كان إبراهيم بيبوت من البارد دوالنار لكن قال وسلاما يعني بارد فيه سلام وأمان بردا وسلاما على إبراهيم انتهى الموضوع شوف بعض الصراع ده كله في التوحيد وشكله مع أهله مع أبوه مع قومه واتبرى منهم ودار يحرقوه يقتلوه كله ده كله بعد ده إبراهيم يقول لي الله يرفعه يدعو الله يقول ربي اجعل هذا البلد قال صبابه هناك البلد الحرام اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام عليك الله شوف الكلام ده كيف بس لو نحن مش زي شغل إبراهيم ده نحن باب نحصل ولا واحد 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 في المية من الشي سوى إبراهيم بعد ده الواحد منه يتلقى واسق من رقبته يقول لك يا أخي ما أقول أنا أبقى مشرك بعد ده يازل طب تخف إبراهيم بدل الله يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس ضلل الناس كتار والليلة دي بس حدث ولا حرج وأنا جاييك بعشوب ووريك الباطلة في البلد دي والجرائم في أعلى المستويات على أي حال الآية شرحها إنما يعمر مساجد الله المسجد بيكون عامر بيتين لما يكون فيه عقيدة مسجد فيه عقيدة مسجد عامر مسجد ما فيه عقيدة خربان مادقوا لله بيصاله فيه ستة الف وستمية وبجيبه خيم وناس قاعده بره وبوصله فوق والتحيد فيه عقيدة ولا ما فيه فيه عقيدة المسجد عامر ما في عقيدة ما فيه المسجد ومش بيقرب المسجد فيه أصله خربانين الناس الفيه فيهم تكلم爱 شاكد ربنا قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من البعمرة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله تعال ستشوف جماعتك في البلد دي أمشي أسألهم قلوا أنتوا بتخافوا من منو أسأل أي زول في الحلة عاقيدتكم في منويتو ده سؤال رسمي عندنا هنا أما بعرف إنتوا غرياتكم دي زي دا ولا إحنا شغولنا في الجزيرة كده أي زول من طرف تسألوا زي ما البطاقة الشخصية مثلا دول يا أفلان من وين إنت طيب إنت أهلك شنو كده قبيلتكم شنو كده عاقيدتكم في منو ده سؤال سابت ناس ودى الميرين براهم ناس ودبدر براهم ودرية فيمتا وناس الأجعاليين وكدباس وناس منو والشيخ عاقيد عندهم عاقيدة في الشيخ بيخافوا منو يعني لا لا وقت تقول لهم الشيخ ده لا بنفعكم ولا بدركم واحد تلقى بتلفت وقت تقول لشيخ ما بنفع ولا بدر ولا بصوية حاجة ودبدر ما عندو أي شيء ودبدر مش زول وأنا زول ما في شيء تاني يقول يتلفت يقول لك هاد هاد قلت لك كلام شنو ده شنو كلام شنو ما كلام واضح ودبدر ده مجبني آدم ولا بني كربو مجبني آدم ما خلاص ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الآيدي في سرطة العرف ودبدر خاشي في الآيدي ولا ما خاشي ودري خاشي في الآيدي عباد أمثالكم الله للتهديد قال فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين استجيب لك شنو كضب سايخ كله كضب وملون عقايد يا أخي نحن عيشنا في عهد بدري شفت وقت صغار كده ما بنقدر نمرج من البيت من الروايات بتاحت الفجرة الواحد بس ما رجع تكمل البيت بيقول لك تعال هنا يا أنا عندنا الجصة تعتبون الشيخ تصديقة ولا ما تصديقة بالقوة الصديقة ما مستضعفين لا سووا شنو تقول لي بس أسمع تسمع وتفوت حصار اجتماعي محاصرين في يوم ما شاء الله شبه الأولاد السغار دي الواحد تسأل تقول لي الله وين يقول لك الله في السماء وعادي زمان إحنا الله في السماء دي بدقونا فيها في الطابور في المدرسة والله يدقونا في الطابور تقول الله في السماء بلد مليانة صوفية بلد مليانة عقائد خربانة أساسة بتاعنا المدرسة ما نافعين البر ما نافعين إمام الجامع ما نافع بلد خربانة لكن الحمد لله أصلى نور بصيرة ناس كتار جدا الواحد عنده حرية يعتقد العقائد الصحيحة زمان والله ما تقدر ياخي واحد يحكي لنا قال في واحد كان ترزي من أخواننا خيات بتاع الملابس كويس والصوفية ده بتلمه ويومي بجوبة قصة والقصة الصديقة بالعقاز وعد قال جنتكال في عقازه كده قال له شوفه يا وحابي أنا قال له عندي للقصة تصديقة الصديقة ما الصديقة عقازي ده بيأكل راسك تصديقة بس قال له قنات بقوله ما مسكيني ساو شنو قول قصتك قام قال له نحنا أبونا الشيخ قال له لما اندفنه في القبر جاء والملك دار يسأله أه قال له أبونا الشيخ طرد ملك الموت نهره قال لا أمشي كده ولا كده والملك الموت قال أو الملك بتاع السؤال قال الملك رجع فات صديقة قال له أنا بصديقة لك إدت الحكاة لك منه معهودي كانت بين الشيخ والملك كويس بس إدت الحكاة لك منه القصة دي الملك من الغبر جاء ببره منه شان تعرف إنه المجتمع ده كان عايش وضع عجيب جدا على أي حال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله مسألة ثانية مهمة أسا جماعة لو جيد قلت لهم المسجد ثو ناس بيعتقدوا عقايد شركية وأي زول بيعتقد عقيدة شركية زي دي ده مشرك ده ما بعمر مسجد الله يقول لك يا مولانا كيف تقول مشرك وهو زول بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول مشرك كيف يقول لك المسجد دي ما ابتقى علينا زول قال الشهادة دي معناه مسلم أيوة أفهم معاي وأنا دير أولادنا الصغار دي ليفهموا المعلومات دي لا إله إلا الله الكلمة العظيمة دي بتدخل زول الإسلام وأي زول قال الكلمة دي نحن بنسميه مسلم لكن أفهم هذه الكلمة لها نواقض زي ما الوضع عنده نواقض السليلة لو جيبت أصغر واحد من ولادات نديل عمره سبعة سنة قلت ليه أنت لو توضيت مش طاهر كده بتصلي طوالي قل لك آيه بصلي طوالي طيب لو مشيت الحمام كويس أو الدبلو سي وجيت راجع بتمشي تصلي طوالي ما بتصلي ليه أنت ما توضيت قل لك الوضع انتغط من نواقض الوضع الخارج من السبيلين آها كويس نفس النظام ده لا إله إلا الله تدخل الإنسان لإسلام وتدخل الجنة لكن لها نواقض كما للطهار نواقض عندها نواقض من نواقض أشنو واحد نمر واحد من نواقض لا إله إلا الله والزول يبقى مشرك كون الزول يدعو غير الله زي السامعين التاسع واحد يقول لك يا البادراب شفت قلت يا البادراب مركت من الإسلام تاني لا تدخل من جديد ما تقول له لا يا أخي ما ده ما في حاجة يا أخي ما عاد أنا نردحتهم تنده سايا على كيف كنت شنو عادي دعية غير الله مركت من الإسلام الموضوع ده ما موضوع بتاع وهابيات شما يقول لك ها شاف الجماعة جابوا لنا دين جديد كمان تمرق من الإسلام وده دين الوهابية لا لا ده ما كلم وهابية ده كلام الله ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح منه الكافرون دعا مع الله أحد آخر كافر ده حكمه في الشريعة مع ليش أنا بتكلم لك عن الأشياء دي كحكم مطلق مجدارك أستمشي تطبق وليه طواري تنادي جماعة أسمع تعال هنا إنت شداية بتندهمنه بندها البادراب خلاص كافر أمشي البعده ما تمشي تطبق لأنه الأحكام دي كونه تطلق الحكم على الزول تكفره فلان فلان حاجة أحمد كافر وحاجة حليمة كافرة وكلتوم كفرت وكده إنت تطبق على الأعيان ده موضوع تاني ده خليل العلماء ما إنت ما تكفر لك زول ده موضوع عنده شروط وعنده ضوابط وموضوع طويل لكن أنا دارك تفهم الحكمة الشرعي بتاع المسألة دي حكمة الشرعي ذول ده غير الله ما رقمه الإسلام ما تقول لي لا لا لسه ونحن عندنا ما فيها حاجة نحن كصوفية صوفية بتاع شنو في الدين ما في حاجة يسمى صوفية في الدين في كتاب وفي سنة صوفية بتاع شنو عملوا لنا لخبطة تلقى رايات معلقة ودي الطريقة الفلانية والطريقة الأحمدية وبونا الشيخ فلان وبونا الشيخ علان ده القام معلق ما في شي يا ناس الدين ده غران وسنة ما في لا وهابية لا في صوفية لا في خمسية لا في غيره نحن بنعرف دين مبني على الكتاب والسنة وأي زول ده لناقشنا أنا ما عندي مشكلة ممكن أنا ناقش أي زول أصف الحلة دي لو في أي فكه بأي جاي أمشو دقوا لي مسأ دقوا لي تلفون أعمل لي مسكول أقرسل لي كعرو تجيبه من هناكين ده في فكه في حلة قريبة ما عندنا مشكلة بناقش أي زول لكن نقاش مبني على أدلة من الكتاب والسنة بس أديني دليل أنت بتقول بجوز أنادي البادراب بجوز أنادي وتحسونه أقول لي وتحسونه بجوز آي أديني دليلك وينو وينو دليلك وألا قال لا برهانة له بي الله قال لك ما عنده دليل أنت تقول لك كمان عندنا أدلة عليك ونحن كصوفية لا صوفي لا ما في دليل تنادي غير الله مشرك كويس الناس اللي بيمشوا بيضحوا جنب الغبور واحد يشيل له بربعة كويس شلعتوا يمشي يضحوا للشيخ والناس اللي بيعتقدوا أنه الجنب تاعهم أدى لهم الشيخ ولا ما في ناس زي ديل بسا في ناس قطار واحد يقول لك الله أولا دي ده شافوا المبروك ده أنا سميته على الخليفة سميته عليه ودداني له أدىك له كيف يا أخي ها ده ودى النديها مش أقول لك ده أداني للشيخ يا زول ده بيدي والله ما بيدي الشيخ الشيخ داته لأجابه منه يا ناس ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلقوا ما يشاء يهبوا البيهب ده الله يهب يهب لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني بشكل لهم ناس بيديهم ثلاثة أولاد أربعة بنات ستة أولاد كده عشرة بنات كويس أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير في أنبياء يا أخ أنبياء إبراهيم عليه السلام عنده أولاد بس ما عنده بنات طيب ما كان يجيب يجيب ليه بيت لو كان بيت دي براو كويس سيدنا لوط عليه السلام ما عنده أولاد طيب ما كان يجيب يا ناس زكريا عليه السلام ما أوليد لحد ما دع ربنا هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي بعد ذاك ربنا بشره إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية إبراهيم عليه السلام ما كان عنده قال ربي هب لي من الصالحين قال فبشر له بغلام حليم كويس الموضوع كالآتي شوف مسجد ما مسجد عقيدة ده مسجد ما قايم على التقوى وده مسجد ما عامر عشان كده إحنا داريه مسجدنا ده إذا عمر ودعاتنا وإخواننا الشغالين في المسجد ده يعمروا بالتوحيد ما تقول لي بيجيب مشاكل أنا عارف التوحيد بيجيب مشاكل بيجيب مشاكل صالح عليه السلام لما كان زمان لأنه في ناس الوحيد داريكم قيافة في أهله نوريك في دعات فاشلين وديننا جايون بعد شوية الواحد ده يبقى قيافة كده نظام عالم وراصل لإمة بتاعته كويس ويجي ماشي في الحلة ما شاء الله يا شخ فلان مرحب بيك مرحب بيك يا شخ فلان والناس ما السلطين منه زول يسألوا ما في كده دعوة التوحيد دي ما كده الدعوة دي دائرة إنتا تقول الحج وقلت الحج أهل نبقول لك كبر عكازك كان قلت الحج كبر عكازك الناس ما بخلوك صالح عليه السلام قالوا لو يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قبل ما تقول لك كلامك ده والله كنت كويس يا أخي أسا الجماعة بقوله لك قولك ما شاء الله كنت كويس ألوداك مع المساخيد دي شنو خلاص باريت الجماعة دي يا ناس المسجد يحتاج إلى عقيدة والعقيدة تحتاج إلى وضوح كويس أنا بضرب لك مقارنة بسيطة أنا دار الناس تفهم حقيقة التوحيد مقارنة بسيطة أسا واحد تقول له يا أخي أنت لو عملتك تتفق مشرك يقول لك لا لا مشركين الزمان ديلك أكم ما بعرفه الله ذاته ونحن بنقول لا إله إلا الله تبقينا مشركين زيهم كيف طيب واحدة واحدة نشوف المشركين اللوائل ديلك عقيدتهم كانت كيف والت عقيدة كسا كيف تقول المشركين اللوائل ما بعرفوا الله أقول لك كالضاب بعرفوه أها تقول لك إلا الله دي الماء بيعتقدوا إنه البرزو جلا والبخلو جلا لا بعرفوا البرزو جلا عشان تعرف يا أخوان لو عرفت المشرك الزمان ده كان عامل كيف بتعرف إنه في مشركين قاعدين السكتار بس أعرف داك شكله كيف تعرفين إنه في كتار مشركين في البلد دي هنا وبيع عمم وعملين فايمة مساجد كويس والواحد عامل لك فيها ولي كبير صالح من الصالحين وهو مشرك كيف المشركين الزمان بعرفوا الله ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ هيا ناس دي المونو لسا مشركين لو سألتهم قلّو قلت لهم البجيب الرزق منو بقولوا الله البدبر الأمور دي كلها منو بقولوا الله البجيب الحي من الميت وبجيب الميت من الحي منو بقولوا الله وده المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر قال فسيقولون الله دي في صورة يونس الآية 31 أها يا ناس رأيكم شنو دي اللي يتم مشركين أها البجيب المطرة منو أسا كم سألت جماعتنا دي بقول لك المطرة بجيبها شيخنا واحد في النية اللي بيض بيكلمني قبل أيام ما شو عملوا محاضرة في قرية في النية اللي بيض قال لي جيت ناس الحلة بيشتروا المطرة من الفكيه يمشوا ليه عديل بحقهم دارين مطرة كده هاك مطرة تقيلة ولا خفيفة فيها هواة ولا كتاحة وكده ولا عادية هاكا مسيك عديل بيعوا شيرة قال الظريفة قال لي المطرة قال يشتروا منه مرة والمطرة ما جات قال لهم ما سيكاش يكفولانا في الحلة بيجاي قال أظنوا دا كباو داك ما سكا في محلة داك داير حقه برضو أظن يا ناس أسأل المشركين الأوائل صرت العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله المشركين الزمان ديلك فوق واحدين أخير من جماعتنا اللسة ديلك أخير منهم أقول لك الله عديل ما تناغشنا في الموضوع دا أقول لك دا الله أديك كمان زيادة بدعوا الله الجماعة ديلك المشركين الحاربون النبي صلى الله عليه وسلم والحارب دورت غزوة الحدو بدر والغادسية كلها في شنو انت قايل في ناس بيعرفوا الله وبيدعوه كويس وبيعبدوا وبصلوا له كويس لما ركبوا البحر يوم من الأيام سفينة في ناس النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم ركبوا السفينة وضربوا البحر دارين يهربوا من النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ركبوا أطرات دينا الأمواج منهم واحد اسمه عكرمة ابن أبي جهل الوقت دا كان مشرك صحابي جليل رضي الله عنه كان مشرك الوقت دا أول ما ركبوا السفينة الأمواج الطرات الكلام دال رواد جاب ابن كثير في تفسير سلطة العنكبوت في الآية فإذا ركبوا في الفلك دا هو الله دا المنو يا ناس دينا المشركين مشركين عديل أول ما يركبوا في السفينة ارفع يديهم لأ الله ما هناك ما في. اللات ما بينفع. اللات ما بيشتغل شبكتو بنقطعت ما عندهم. ما في. العزة ما في. هم ده ده فهمهم هم. كويس? فهمهم. هم احنا فهمنا كمسلمين لا لات لا عزة لا بر البحر لا جوا بحر. كل ما بينفع. لكن بيفهموا. اول ما ركبوا. والامواج اضطربت. بيقولوا بنادوا في الله. يا الله. يا الله اللي لا تلحقنا. ويا الله اللي لا تحلنا. بنادوا في الله. عكري ما معاهم. وكان مشرق. قل لهم. ادعو اللات بيقى بدعو اللات. والعزة. قولوا اوه اوه اوه. ما في لات هنا. ولا عزة. انت بتعرف اشترك. هنا قول لها الله بس. ما انفع هنا الا الله. شوف الناس بالله. قل لهم لله علي عهد. شوفوا كلامه ده مجيه كيف. لئد انجاني من هذه لأسلمن. ولا اضعن يدي في يدي محمد. اصفو قال لهم شوف اوه. اذا كان في البحر ده. اه? وقت الشدايذ وقت الحوبة ذاته زي ما بقولها لنا. وقت الحوبة. ما بينفع الا الله. اوهي في البر هناك برضو ما بينفع الا الله. قل لهم بس انا بيني وبين كل نمرك من البحر ده. مرقتنا بجانا ممشي بس لم طوالي. وقد حصل. اول ما مرق من البحر مشي على النبي صلى الله عليه وسلم. طوالي اعلن اسلام. لانه فيهم. الشغلانك الات يا اخوانا. انا دارك كده لعل الصور بتكون وضحت لك. بتاعت المشرك الاول. المشرك الاول زول بعرف الله. وبيدعو الله. وبيصلي. ربنا قال في سورة الانفال. وما كان صلاتهم عند البيت. الا مكاء وتصديا. وبحجه. سورة التوبة. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. كمن امن بالله واليوم الاخر. يحجوا بيت الله. ويدعو الله. ويسألوه. لكن مشكلتهم شنو يا اخوانا. مشكلتهم انو جابوا لهم وصايت. جعلوهم واسطة بينهم وبين الله. دي مشكلة المشرك الاول. عرفتو دي? تجي لجماعتك الليلة ديل. ناسنا. اللي بقول لك ان احنا هل التوحيد. وووو. وما تسألونا. وما تقولوا احنا مشركين. كويس. تعا شوف عقايدهم كيف. لو تأملتها تلقى انو عقايد. عقايد المشركين الاول. افضل من كتير من الناس اللي قاعدين الليلة. لانو في ناس في الشدايد السدي. مش المشركين كانوا بنادوا والله. في ناس في الشدايد ما بنادوا والله. رأيك شنو? الواحد فيهم ساي والله كان حسنا تكمرك ساي في الخلا ده بالليل. وخاف ما يخلي ليفة كي? ويا فلان. وتلحقنا. ويعيلان. ما يخلي ليفة جير واحد. وكان راجبين ساي شفتها? في الخاصة ايام الخريف وتاجي بفوق الاسكيف الكنار بفوق ولا بفوق الترعة. شفتها? والعربية كان ميلت كده وووووك. الفقر بيرقدوا. فلان. ويا فلان. ويا علان. وتلحقون والليل تخارجون منه. وخاصة عند الحرم. اكتر من الرجال. عقايد خربانة. اسا لمن لمن تتضيح لك الصورة زي دي. ما في ناس كتار اسا خير منهم الزمان ديلك. والله خير منهم الزمان ديلك. ناس كتار جدا. اسا عبد الرحيم البر عنده قصيدة. قال الناب خطب في البلاد نزيله. لو حصلت مشكلة كبيرة. يعني اسا يدت لو قديت شطر البيت ده لابو جهل. ده ما الشطر الاول من البيت. كويس? قدم شطر البيت ده لابو جهل. لو لجيته حي. قل له ان هذا خطب في البلاد نزيله. ندعو منه. المشركين كان عندهم بيدعو منه. بيدعو الله صح? طيب. البرعي قال قل يا ولي الله اسماعيله. في الحتة دي. اه? ناس ابو جهل. اخير من ده ولا ما اخير منه. اخير منه. لانه دي لك بيناده الله. ما ده فهم بسيط. شوف ايه زلداري ناقشني. إلا يحرف القرآن ده. والله. إلا تقول ليك القرآن ده مكتبنا. لانه في القرآن. ربنا قال واذا مسكم الضر في البحر ضل. ضل من تدعون إلا منه. إلا إياه. ده المشرك. ما يدعو إلا الله. كويس? لكن لما نجي في في الباردة وفي الراحة وكده يدخل ناس مع الله. جماعتنا الليلة ديل يدخلوا ناس مع الله في الشدايد وفي غير الشدايد. يدعو. يا فلان. ويا فلان. البرعي القصيدة بتاعة مصر المؤمنة. أدعوك بالأربعة. والخلفة الأربعة. والصورة المية وعشرة وأربعة. كده. وادعوك بشعوانتي. وسيدة نفيستي. وادعوك برابع العدويتي. دي الكمسة. يا ناس. يخواننا ما ممكن كنت توحيد. لشان كده تعارف منه الشغلة دي. والله خربان خراب. ويا ريتا لو وقفت على كده. الصوفية الان. ادعوا. انه عندهم افعال كافعال الله. واشتغلوا في الكون زي شغل الله. ده ده فهموا كده. كويس? في كتاب. انا الكتب بس ما اجيبتها معاي. كتاب اسمه الفيوضات الربانية. في المآثر والاوراد القادرية. في الصفحة من تلاتة وستين. والتماشي الحد ستة وستين. الكتاب ده. لقيت في المكتبة الان مطلعين له اكتر من ستة طبعات. جديدة. يبيعو في اكبر مكتبة في السودان. مكتبة الدار السوداني للكتب. كويس? قال مريدي. لك البشرة. بتكلم مع المريد بتاعه. شوف الضلال ده كيف? لو قلت لي ده ما شيرك. وما ضلال. ها? ابقى تاني في الكون ده ما في شيرك. ولا في زول مشيرك. ولا في زول كافر. ولا في زول بخش النار زاته كله كله. النار دي يقف له فاضية. اذا كان ده ما شيرك. بس كايد امل معي الكلام ده. قال مريدي. لك البشرة تكون على الوفاء. اذا كنت في هم اغذك بهمتي. انا بغيثك. طيب يا اخوانا في القرآن عندنا البغيث منه. الله قال في صورة الانفال. الصفحة التانية. اذ تستغيثون ربكم. ابن تيمية قال. وكلمة الغوث. او الغياث. لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى. تعال شوف بتاع القادرية قال لهم شنو? قال لهم لا 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 لا. قال اغذك بهمتي. انا. الفغيثك. قال مريدي. تمسك بي. امسك فوقيانا تمام. وكن بي واثقا. لا احميك في الدنيا ويوم القيامة. في الدنيا قال له حمايتك علينا. ويوم القيامة حمايتك علي انا. وربنا في صورة الاعراف. قال لا يستطيعون نصركم. ولا انفسهم ينصرون. وفي صورة الانعام قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها. قال بنجينا الله. ده قال للقادرية لا لا قال لهم. قال لأنا. احميك في الدنيا ويوم القيامة. قال مريدي. كن حافظا لعهودنا. اكون حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال لك ما نزيدك. انت بس. العهد البينات ده نجيضه كويس. عهد الطريقة. وقول الاوراد. وادفع البياض بتاع الطريقة. كويس. نجيض له امور الطريقة دي تمام. قال له انا بكون قاعد جنب الميزان يوم الغيامة. يا اخوانا. فيصل بكون قاعد جنب الميزان. مش الناس بتوزن اعمالهم. ربنا قال ونضعوا الموازين القصة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. وان كان بثقال حبة من خردل اتينا بها. وكفى بنا حاسبين. ده قال انا. بكون قاعد جنب الميزان. اي زوال تابع لي طوال يتفضل. نقصت لك حسنات اي تموها ليه بالله. من الرصيد بتاعنا تمو له. حسناته. انت سيئات كتيرة اي شيله منه حبة. نقصوا ليه. حسنات كالتوم كانت بتشيل البخارات مني انا يتفضل. كده. بخارجة جماعة قال. هرأيك شنو? ده توحيد ولا شرك. زوال قال انا بقعد جنب الميزان. وما عندك اي مشكلة قال بخارجة. قال مريدي. لك البشرى تكون على الوفاء. كويس? الى ان قال. وقالوا يا هذا تركت صلاتك. اتخيل معايا الزلال بعمل حاجات دي كلها. ما بصلي. ده شيخة شيخة طريقة. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك. ولم يعلموا اني اصلي بمكتي. ولا جامع الا ولي فيه منبر. اي جامع قال عندي شو منبر? حتى جامعكم ده زاته. قال عنده منبر فيه. كويس? ولا مسجد ولا منبر الا ولا ولي فيه خطته. واي منبر بخطو فيه. قال ولا عالم الا بعلمي عالم. اي ذو عنده علم ده علميانة. قال ولا سالك الا بفرضي وسنتي. الفرض حقه مش فريض الله. والسنة سنته ما سنة الرسول. قال الا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لاغلغت بنيان الجحيم بعظمتي. الجحيم ذلك كان بقفل ذاته قال ريحكم منه. قال انا كنت مع نوح اشاهد في الورى من زمن نوح قال انا قائد. اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرته. وكنت مع ابراهيم ملقا بناره. لما الابراهيم رمو في النار قال انا كنت قائد رامي النجوة معاه. قال رامي النجوة النار معاه. ده كالضاب ولا ما كالضب. كويس? تخيل معي. قال وما برد النيران. النار دي قال ما بردت الله بدعوته. لما ندعيت قال. قلت اه? يا الله اطف في النار دي قال طفا. اخوانا مش اصحنا جمنا الآيات. والله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قال لا. انا قال الطفيدة بدعوته. قال انا كنت مع راعي الذبيح فداءه. اسماعيل. عليه السلام. لما كان بودر يذبح ونزلوا الكبش من الجنة. قال لا. انا قال كنت معاه. قال وما نزل الكبشان الا بفتوته. انا طلعت فتوى لالله. قلت تلو تنزل كبشان قال. فداء لا اسماعيل. هو كبش واحد متنين ذاته. شوفوا فداء درويش كيف. قال. انا كنت مع يعقوب في غشو عينه. يعقوب لما نعيمه. قال انا كنت قال قاعد معاه. وما بريأت عيناه الا بتفلتي. قال تفيت لجو عينه. بيقا كويس. قال انا كنت مع ايوب. في زمن البلاء. وما بريأت بلواه الا بدعوته. قال انا كنت مع اه مع موسى مناجات ربه. وموسى عصاه من عصايا استمدته. قال انا كنت مع ادريس لما ارتق العلاء. واقعدته الفردوس احسن جنتي. الفردوس قال جنتي انا. ودخلت في ادريسنا ده. شوف في الله الزول ده عليك الله اخوانا. ادريس قال دخله جنة. وجنة حقته. قال انا كنت مع عيسى. وفي المهد ناطغا. اتكلمت صغير برضو غير عيسى. بس? واعطيت داودا. الصوت الجميل. قال اديته لانا. واعطيت داودا حلاوة نغمته. قال انا الذاكر المذكور. بذكروا بذكروني انا. مش الناس بذكر الله. فذكروني. اذكركم مش كده? قال لا. انا الذاكر. المذكور. ذكر اللي ذاكري. انا الشاكر. المشكور. شكرا بنعمتي. انا العاشق. المعشوق. في كل نعمتي. انا الواحد. الفرد. الكبير بذاته. انا الواحد. انا الواصف الموصوف شيخوط طريغتي. في حاجة تاني يا اخواننا. في كفر اكتر من كده? لو في زول لا قاكم قال لكم في كفر اكتر من ده خليقا بني. بعد ما قال الكلام ده كله. قال وما قلت هذا القول فخرا. انا قال ما دار افتخر عليكم. يا اخواننا زول بيقول انا الله. وما دار افتخر. طيب لو دار افتخر يقول شنو? في تاني فوق للمرحلة دي شنو يعني? قال وما قلت هذا القول فخرا. وانما اتى الاذن كيما تعرفون حقيقتي وما قلته الا بعد ما قيل لي قل ولا تخف فانت ولي في مقام الولايتي. ده اللي افتع القادرية. الكتاب ده بيعه في السوق. كويس? وبدافع عنه الدجالة اللي قالوا لجبيل شهاب محمد المنتصر الازيريك. ادافع عن الكتاب ده وعن كل كتب الصوفية. ده ضلال والله ما بعده ضلال. وده اشراك. ما بعده اشراك. والكتب دي بتمثل الدين الرسمي عندنا في البلد دي. للأسف. ده الدين الرسمي عندنا. لو تكلمت فيه طعمت في الاولياء. لو تكلمت فيه طعمت في الدين السوداني. ده ما دينه. وده ما دين الاسلام. وانا اتحدى يزول كبير صغير صوفي ما صوفي اخو مسلم عالم جاهل يناظرنا في الكلام ده. ده كفر ضلال. ما ممكن يكون دي دي كرامات بتاعة اولياء ولا يمكن تكون دي عنده علاقة مع دين الاسلام. ابدا. البرعي في كتاب بتاعه اسم الرياضة الجنة ونرد جنة. شوف الكفر ده كيف. قال فالذكر عنوان الولاية. انه حقا يكون به المريد وليا. طيب. يعني المريد بيبقى ولي بالذكر. اهان. بعد ما بيقى ولي. قال يهب الغلامة. بالدجانة. يهب الغلامة. يطير في جو السماء. وبخطوة يطوي المهامة طيا. يطير في جو السماء. ويهب الغلام. كويس? وبخطوة واحدة. امشي محا الوداير. قال في صفحة تانية. قال فخمرة الذكر بين القوم صافية. الصفية عندهم حايا بسموها الخمر. يعني زي الكاسة دي. هي خمرة ما 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 خمرة عادي المريسة. لكن دي خمرة بتخمر عقول قالوا ده الذكر. بخمر عقول وما في ذكر بيخمر العقول. ربنا قال الاد بذكر الله. تطمئن القلوب. ما بخمر. كويس? وما في صحابة اللي قنا سكران. لقاك صحابة سكران من ذكر. وقع ضرب الوقتة. ها? لقاك صحابة قالوا شاهلونه وما فاهم. وبقى بكلم بره من راسه. طيب. قال فخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاسي. غابوا. ففاهوا بشيء في سرائرهم. يدقوا عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين. الحسين ده الحلاج. الحسين ده قال لكلمة كفرية كفر. ما بعضه كفر. قال شو البرعي جابة الكلمة دي. وبدل بعد ما يجيبه. يقول يا ناس الحسين الحلاج ده كافر زنديق. البرعي بشكر فيه. في الكلمة الكفرية دي. قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. يعني خطيت رجلي في معبودكم. على معبودكم قدمي وضعته. البرعي قال يا له من عارف كاسي. ده عارف? عارف? يقول انا اخطيتكم رائف واجب معبودكم. عشان كده الحسين الحلاج ابن منصور. حسين ابن منصور الحلاج كتلو في يديه. وابن الجوزي في تلبيس ابليس قال قتلو باجماع العلماء. وابن تيميا قال من ايد الحلاج او ناصر الحلاج على عقيدته كافر باتفاق المسلمين. الان البرعي اكبر ولي عندنا في السودان. للأسف. زول على عقيدة الحلاج. وعلى دين الحلاج. الكفر والزندغة. وعندنا البرعي اكبر ولي في السودان. لو تكلمت فيه تبقى تكلمت في الاولياء وفي الصالحين. ها? وحاربوك. ويعلن عليك الحارب. والله نتكلم فيه وفي العين البرعي. واجب ايو صوفي في البلد. لانه ده كفر ما بعده كفر. زول يقول كرعي دي. انا خطيتها فوق معبودكم. كيف تخطها فوق معبودنا? كيف يعني? نحن معبودنا الله. انما الهكم الله. الذي لا اله الا هو. وسع كل شيء علما. معبودنا الله. تخط كرعك فوق لالله. لكن عقدت الصوفية. انه اي شي الله. ده عقدت الحلاج. وعقدت ابن عربي. شان كده كان بيقول وما الكلب والخنزير الا الهنا. كلب الهنا. الهنا. كنزير الهنا. قال وما الله الا راهب في كنيستي. الراهب في الكنيسة الله. عشان كده الحلاج كان شايل له كديسة. قطة الهرة دي. كديسة في عباطه. في الجبة بتاعته. في المحكمة. كان بتحكى كده. بيسألوا. قول لدي اشنو? قال ما في الجبة الا الله. في الله. جوا هنا قال. طلع. طلع لهم كديسة. قول لدي الله قال دي الله ايوه. كله الله قال. الكلب. الخنزير. كله الله. ويت الله قال انا الله. قال واعبده. مرات انا باعبد الله. ويعبدني. مرات الله باعبدني انا. قال واحمده. ويحمدني. سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. شان كده كتلو مرتد. ايجي الليلة البرعي ايد عقيدة الحلاج. وايد عقيدة ابن عربي. والالالة ابن عربي. صاحب كتاب الفصوص. صاحب كتاب الفتوحات المكية. من اعظم كتب الكفر في العالم. الذهبي قال لو ما في كتاب فصوص الحكم الحكم كفر ما في الدنيا كفر. ابن عربي الان يسمونيك الكبريت. الاحمر. عالم بتاع صوفية. يشكل فيه محمد المنتصر. الازيري. ده الان المفتي اللي بيقى بتاعنا بتاع السودان. وعالم السودان. وده الشيخ اللي بيجيبه في التلفزيون. وفي الراديو. ونحن سكينا طاردنا في اي محل. شان نلف هنا ناصر ونفضحه. قدام الناس بيهرب مننا. جبان وخيب. جبان. انت كالراجل اثبت لهنا السنة. اثبت. ونحن ما ماشينا دقك بيدنا. ولا عندنا عكاد ولا سيخة. بالناقشك بالادلة من الكتاب والسنة. لكن تقدر تثبت. اثبت واركز. وعقائدك ديجيب دليل عليها. تقدر تجيب دليل واحد? انه ندعو غير الله? تقدر تقدم دليل? انه نحن نزلل. اه? ونخد جبهات نطيف الواطة للشيخ? حمد المنتصر بيقول اه? الطواف قال. بالقبب. ما فيه حاجة. تلبس حجاب قال ما فيه حاجة. تعتقد انه الشيخ بيخلق? زول? ما فيه حاجة قال. اخلق عديل زول يخلق. خلق. ها رايك شنو? ده دينا الصوفية الليلة. اتحداك اي صوفي قاعد هنا? اي صوفي ولا قلبي دافع عنهم? تحداك الليل تعال. تعال نغيشنا في كلام زي ده. ضلال وكفر وإلحاد وزندغة. ودعوة الى الخروج من الاسلام. انت ما بتعرف التصوف. في ناس ما تخيلين ان التصوف ده عبارة عن سبحة بتشيلة. قشرة كده صريفة في رقبتك. تسبح بها كده. ها? وطاقية خدرة. ده الصوفية. وتجي هنا. والله لو الموضوع زي ده. اكان تبقى المزألة اهون. لو ده الموضوع. لكن التصوف اجرام. كتب الان بيطبعه فيك. طبعات جديدة. طبعات جديدة. واحد منا كتاب اسمه كلائد الذهب. وفواتح القرب. طبع انه طبعة جديدة. قرز واحد اسمه ابراهيم الكباشي. ده كان وزير سابق بتاع الارشاد والاوقاف. ابراهيم الكباشي اسمه. التغريص بتاعه. الكتاب ده طالح في الالفينات. الفين وحداشر طبعات عندنا. وفيه طبعات بعديوه. ده جوه. اتكلم عن كرامة بتاع اسمه الدسوقي. الدسوقي قال انا موسى في مناجاته. انا علي في حملاته. قال انا كل ولي في وجه الارض. خلعته بيدي. البس من اشاء. وادع من اشاء. قال انا مفاتيح الجنة بيدي. فتح الجنة. قاعد في يده قال. قال فتحتها. ومفاتيح النار بيدي. غلقتها. قال من زارني. اسكنته جنة الفردوس. ده ده لو دين لا تصلي. لا تخوط جبهة تكديه في الارض خاشع لالله. ابدا. لاتبر والدين. بس تمشي الزورة الدسوقي. تخوش يا الجنة. مش كده? ولا كيف? مفاتيح الجنة عنده. مفاتيح النار عنده. الكتاب ده بيطبع في مكتباتنا السودانية. وبتباع الليلة دي في السوق. وبنشره. كويس? وبجي بدافع عنه الصوفية في الرادي وفي التلفزيون. وبنشره فيه علنا لا خجلانين ولا مستحيين. امت? ها? وكلامي لك انت السلفي. انت صاحب السنة. تخجل منهم? وتستحي? انت عملتش نغلط? اتحدهم. اتحدهم كلهم. ايض البطعا في اهل السنة. تعالوا وروني حلمالنا. عملنا شنو غلط? تنبذ فينا وهابية وخامسية ومين ومين? ما لنعملنا شنو غلط? بنصلي على غير الكعبة? جبلتنا ما جبلتها المسلمين? بنتكلم عن حاجة غير الكتاب والسنة? جبنا لكم حاجة زايدة في الصلة دي? الصلة دي. جبنا فيها حاجة زايدة ما عندنا على حديث? اتحداك لانا يصوفي. في البلد دي ولا في غيره? تعال اي حاجة في الصلة احنا بنعملها. شفت ربعة اليد. كنت في متى? نزلنا يدنا. وقفنا كيف? خطينا يدنا كيف اي حاجة نديك لها بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقدري تثبيت عقيدتك دي? تقدر تثبيت ها? عقيدكم الان اللي بتجيبوه فيها دي تسفوه في ترابة الغبور? تعبدو في في الغبور? ناس ايكم تعبدو فيهم وتزللوا اليوم وتندهو فيهم وتنادوم. عندكم دليل على الكلام ده? آية عندكم? حديث عندكم? ضعيف ان شاء الله عندكم? بلاش كلام فرغ. شان كده انا بكلمك. ودي اخر رسائلان اللي دار اوصلها ليك كل الناس. الناس اللي عرفوا العقيدة. وربنا منع لهم بالتوحيد. اولا احمدوا الله على النعمة دي. وامسكوا فيها قوي. دي نعمة اهم ليك من كل شي. لو ربنا اداك الدنيا دي كلها. وحرمك التوحيد التمحروم. مضايع. لكن الله منع لك بالتوحيد. الصادق. اولا احمد نعمة الله عليه. واحرص عليه. وادعوا ربنا يثبتك عليه. وبعد داك. دافع عن التوحيد. ما دارين الناس يكونوا وراه. ما تبقى مشجع. زول قاعد ورا مشجع. بتصفق للناس. خليك قدام. دعوة دارة ناس الرجال. اثبتوا فيها قدام. وتنصرة. انصرة الدعوة بالعلم يا شباب. خاصة لأولادنا الصغار. اتعلموا. الدعوة بتنتصر بالعلم. احفظوا الغران. احفظوا السنة. اتعلموا العلم الشرعي. انشأوا نشأة علمية صحيحة. متينة. مبنية على الكتاب والسنة. بعد داك. دعوتكم في المسجد دا. تكون دعوة مستقيمة. ما فيها مجاملة. ما تقول لهم احنا لا نرى نقد الناس. ولا نرى التجريح. وما داين نجرح. يا زول اجرح ساي. مجزوى المشرك. بدعو غير الله اجرحو. اجرحو جرحو بانا خماغو. او عاية تقول لي لا انا والكلام الزايدة ما بقدر عليه وانا بخاف. بتخاف امشي بعيد. اصلا ما بتقدر. ما بتبقى رايل تثبيت للشريعة. امشي. ما بتقر تنصر دين. واحد جلال امام احمد. دا امام جبل. امام السنة. قال له يا امام. اني ليشتد علي. ان اقول فلان كذا. وفلان كذا. قال له علم الجرح والتعديل ده انا ما بقدر عليه. اقول لهم فلان مجروح. فلان ضعيف. وهذا واهم. هذا مغفل. هذا كذاب. قال له ما بقدر عليه. الامام احمد قال له اذا سكتت انت. وسكتت انا. فكيف يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. الامة تعرف كيف? اذا انت خايف. انت السلفي. صاحب العقيدة والتوحيد. انت خايف. ما قادر تتكلم. ما قادر تعري للامة دي التصوف. تضيح لهم حقيقته. حقيقة دعاته. كتبهم. واباطيلهم. وحقايدهم. انت خايف. المجتمع يعرف كيف? امي وامك المساكين الجاعدات في البيوت. اعرفوا الحقيقة كيف? قال بمشى للشيخ. وشرب امويت الشيخ. ها? وشيف في التراب. يعرفوا الحقيقة كيف زي انت خايف. او اتخاف. واو اتسمع لك كلام اي زول مصبط. من الدعاة الان المصدرين في الساحة. وعملين فيها دعاة. بتاعين حكمة. ما عندهم حكمة. كذابين كلهم. قول لك الحكمة. واللين. والدعوة دار الرفق نعم. بنعرف الدعوة عندها رفق في مواضعه. وعندها آآ شدة في مواضعه. لكن انتو ما عندكم علاقة مع الحكمة. انتو كذابين كلكم. كلهم البداول الحكمة ديل. ديل دايرين المدهنة. دايرين يا جاملوا في الحق. دايرينك ما تقول الحق. وما تبين للناس الحق من الباطل. ديل ما دعاة التوحيد. ديل فشل. والله فشل. واضرب لك مثالي واحد فاشل. وانا ما عندي شغل مع ظل. فيهمتا كلامي ده? كلامي اللي بقوله بابني على ادلة. وما خايف من اي راجل في عينين. وعنده كراعين. فيهمتا كلامي ده. ودلتي معي. واحد اسمه عبد الحفيظة العدسة. دا عامل فاة داعية شبابي. عامل فاة داعية عنده حكمة. لكن من افشل الدعاة. وكلمك النصيحة. ولو ما شد قاعد تسمع له. ولا بتعتبر انه داعية بالنسبة لقدوة. دا ما قدوة لأي احد. يوم من الايام في مسجده. الكلام دا ما تم شهرين. قريب ده. في مسجده بعد درسه انتهى. كويس? جواحي الصوفي. وقف قدام. والعدسي جاعد في التبروجة. ولا زحة. وقف قدام الناس. والقى كلمة. اول حاجة انكر عقيدة الاستواء. انكر عقيدة الاستواء عديل. وده تحريف. وده كفر بالله. كويس? وروي الى التصوف. وروي الى دعاة التصوف. وتحدى اهل السنة. ولخبط في العقيدة? والعدسي جاعد بعين فيو. الصوفي تكلم اخد رحت ولوان انتهى. ومارك بالبابة البيجاي. والعدسي مارك بالبابة البيجاي وما سأله. ولا رد عليو. كويس? جاف الصلاة البعدية ما رد. البعدية ما رد. لليوم البعديو. ما رد على زو الصوفي زي ده. يحرف عقايدة المسلمين في مسجد العدسي. وجدام عين العدسي. يحرف العقيدة ومبرد عليهو. تخيل معاي. ده مش موقف كده? قباله بفترة بسيطة. واحد من اخواننا سلفي. جا تكلم عن التوحيد. وعن دعاء غير الله. تكلم كلام قوي بالآيات. بالاحاديث. كلام ممتاز جدا. وانتغض الصوفية في بيت شعر. اذا كنت في هم وغم فناديني فقول يا امير غنيو. اتيك بسرعته. اول ما انتغض الصوفية العدسي قام قلع منه المايك. وكفى قال له وكفى كفى. وتكلم في الشاب ده وطعم فيه وهيج الصوفية عليه. استحضر العدسي قبال الصوفية القاعدة. زول يهاجم دعاة التوحيد. ها? ويسكت عن الصوفي. اللي جا ضرب العقيدة. ها? وضرب المنهج السلفي. ده داعية? اكلمك النصيحة. وانا ما عندي شغلة مع اي زول. اياك وهذه النوعيات. لانه دي المصبطين. ودين ضيعوا الشباب. ورموا الشباب في احضان. اهل البدع. من السرورية والاخوان المسلمين. العدسي نموذج لهم. ودوا الشباب للاخوان المسلمين زي محمد حسان ومحمد حسين يعقوب. وغير من الاخوان المسلمين. وعبدالح يوسف منو ودهم واحد من النمازج دي. هذا الرجل اللي اسمه العدسي. اعمل حسابك منه. وانا اتكلمت فيه بالذات ليه? لانه عارف عنده علاقات. ومرات بيجي هنا. مرات كده بيجي. لكن على اي حل. وسطيل يا اخوانا. والناس اللي بيحترموا السنة. وبيعرفوا اهل السنة. كونوا على الجادة. شخصيا لا اعترف. ولا كل الاخوة. ولا مشايخنا. ولا علمانا. لا نعترف بجماعات. ولا قتل. ولا حزبيات. ولا هذه الامراض. انما نعترف بدعوة سلفية. نقية. مبنية على الكتاب. وعلى السنة. بفهم السلف. وعلى طريقة علمائنا الفضل الاجلاء. او عسوا لي حزب ولا جماعة. ولا تتخيل انه المسجد ده بعد شوية تقلبه تابع لجماعة. جماعة فلان. وجماعة كده تدعوكم. جماعة دي فشلت كلها. وبقت عبارة عن اوعية سياسية. ما عندها علاقة مع دعوة التوحيد. ولا دعوة السنة. تركوا الدعوة وراء وراءهم ظهرية. جا دعوة وراءهم هناك. وبقوا فتشوا في القرش. وفي الاصوات. وفي السياسة. وفي المناصب. دي دعوة بقت الليلة. كلهم. لكن التخليق على دعوة سلفية نقية. ما تنتمي يا جماعة. ما تنتمي لحزب. انتمي لنبيك عليه الصلاة والسلام. دعوة عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة نقية وصافية. كده انت تكون سلمت نفسك. وعبدت الله سبحانه وتعالى من غير حزبية. ولا تأييد للباطل. ولا غير من التفاصيل دي. عموما انا ده ندخلكم في تفاصيل ده غيغة. لكن اتك كلام مجمل اعرف انه الدعوة السلفية هي دعوة. دعوة نقية. ما فيه حزبيات. ما فيه جماعة. ما فيه انتماء. لانها فشلت كل الجماعة دي. كلها فشلت. تبدأ في الاول جماعة دعوية بعد شوية تبقى سياسية. تبدأ شوية يقول لك دعوة دعوة توحيد وهو. يمشوا على السياسة. فشلت كلها. قليق على دعوة التوحيد الصادقة الصافية. انا اشكركم جزيلة شكر على حسن استماعكم. وخاصة اعمامنا الكبار السن. واولادنا الصغار. اللي حضروا ما شاء الله وحدين كمان ساهروا. لكن قدروا يصبروا يحضروا المحاضرة. اشكركم جميعا على الدعوة. والاستضافة. نيابة عن الاخوة كلهم اللي جوا معنا هنا. وانا كلام اللي قلت ده. في كل الناس المرد عليهم. منا الصوفية. ليه يعني الحزبيات الاخيرين ديلي. انا مستعد. وهدي كلمة اقول لك قدامكم. مستعد اناقش اي زول معترض عليه حرف من القدد ده. اي زول. كائنا من كان. لو في زول سعلكم. قال لكم ازول اللي قال كده ولا قال كده قول له بس دقيقة. تلفونه قاعد. دو قال ليه تلفونه. انا بركب كارلو بجيك. في اي وقت. لانو كلامي اللي قلتو مبني على ادلة. ومبني على وسائق. تكلمت في عدسي. تكلمت في ما عدسي. تكلمت في اي زول. عندي وسائق على اي احد. تمام التمام. ان شاء الله تعالى. اذا وفغنا المولى سبحانه وتعالى. الامور دي كلها نشرحها. ولو ربنا وفغنا نعمل دورات في المسجد. وامور طيبة. شاء الله تنشر الدعوة الى التوحيد والسنة. اشكركم جزيلا شكر. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. تكلمت في بشارك.